اكدت الادارة العامة لامن المنافذ جاهزية منافذ مملكة البحرين البرية والجوية والبحرية لاستقبال ومغادرة الزوار خلال اجازة عيد الفطر السعيد نعم وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمنافذ كافة بهدف تقديم افضل الخدمات للمسافرين لضمان سهولة وسلاسة الحركة في المنافذ وانهاء اجراءات المسافرين بالسرعة والكفاءة المطلوبة هذا واوضحت الادارة العامة لامن المنافذ ان المؤشرات تدل على عودة حركة السفر الى مستوياتها كما كانت في عام 2019 مشيرة الى انه تم التنسيق لوضع الخطط اللازمة وزيادة عدد الموظفين والدوريات الامنية للمحافظة على الامن والسلامة العامة وتقديم التسهيلات للمسافرين كافة ترجمة نانسي قنقر